السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير هنعمل مع بعض النهاردة المكارونة بالوايت سوس بالجنبري حاجة عظمة على الاخر وحاجة جميلة جدا اللي بيحب المكارونة او اللي مش بيحب المكارونة هيحبها جدا وهينبهر بيها هنعملها بطريقة سهلة جدا هقول لكم لبداي للحاجات اللي هعملها لو مش عندك الحاجة دي هتعمل بيها ايه وهتعجبك جدا وهتعجب زيوفك وهتعجب اي حد هيدوها من ايديك يلا بنا على الفيديو بس لو اول مرة تشوفيني انا هيبها فارسو دي قناتي عسل وفانيلا لو على الفيسبوك منتساش تعملي شير وفولو لو على اليوتيوب منتساش تعملي لايك واشتباك وتفاعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جيد ولو على هنا او هنا منتساش تعملي لي كومنت جميل علشان تعرفيني رأيك في الوصفة الجميلة دي يلا بنا نبدأ الفيديو اول حاجة احنا معنا ميا بتكون بتغلي هنحط فيها زيت اي نوع زيت موجود عندنا هنشتغل به زيت 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 دورة زيت دوار الشمس هنحط حوالي كده معلقتين تلاتة لا مش تلاتة اربعة معلقتين تلاتة زيت هنحط معلقة ملح كبيرة هنخلي الماء تكون بتغلي كويس هنجيب المكارونة بتاعتنا هنسلقها المكارونة اللي انا هستخدمها النهاردة الفوتوتشيني او المكارونة الشرويت انت تقدر تستخدمي اي مكارونة بتحبيها ممكن تستخدمي زبكتي اي نوع مكارونة تقدر تشتغلي بها وبتحبيها هتعمل لي بها الوصفة الجميلة لي هنحط المكارونة كده هنسيبها تقريبا عشر دقيق او على حسب المكتوب على العبوة عندك اه هي عمتا المكارونة بتاخد سلق معانا من تسعة العشر دقيق بكتير جدا احنا طبعا مش عايزانها هتتعجن ولا اي حاجة من الكلام ده هنسيبها تتسلق مع نفسيها وهنجيب اه جريل او طوصة اه او مقلاية حاجة نشتغل عليها من الافضل تكون غير لاصقة هنحط فيها بقى معلقة زبدة على زيت زبدة وزيت علشان الزبدة بتاعتنا ما تتحرقش من النار وهنقلب الزبدة والزيت كده لحد لما يبدأوا يسخنوا هننزل بتلاتة اربعة فصوص توم نكون مقطعينهم نعم جدا اوفر منهم في الكبة او في الهون المتوفر عندنا هنشتغل به وهنحطهم نشوحهم تشويح نخلي التوم بتاعنا لونه دهبي انا مقطع عشر رايح رفياع جدا لحد لما الريحة بتاعته تبدأ تطلع كده هيكون معي الجامباري اه انا عندي الجامباري فروزن براحتك انا اللي كان متوفر عندي اللي اشتغلت به الجامباري الفروزن طبعا الافضل الافضل جدا جدا انك تشتغلي بفرش يعني لا جدال على الفرش طبعا اه فاحنا هنحط الجامباري الفروزن على نور عالية بحيث ان هو يفك بسرعة طبعا اي حاجة تكون عندك فروزن من الافضل انك تطلعها من الفريزر على النور على طول ده من الافضل والصحي مينفعش ان السابه هتفك وبعدين نشتغل بيها هنلاقي الحاجة لو اللحوم بتشد اه لو خضروات اه سواها مش هيبقى لطيف فمن الافضل اي حاجة فروزن عندك في الفريزر اه تطلع من الفريزر على المقلاع وعلى النور على طول هنا الجامباري بتاعنا اه طبعا فك وبدأ ياخد لون السوا بتاعه الجميل ده هحط في الفلسمر عليه وهحط اه رشد كمون بسيطة كده زي ما انتم شايفين هحط توم بودر وهقلب بحيس ان البهارات بتاعتي تتحمس لان احنا كلنا البهارات بتاعتنا مش بنحمسها ونشتغل بيها على طول والجو برد فلازم نحمسها عشان ناخد التست بتاع البهارات الجميل اللي احنا بنحبه معي معلقة دي كبيرة كده هقول لكم ليه اه معي كوباية اه مية من سلقة المكارونة احنا هنسلق المكارونة وهنصف فيها وهناخد منها كوباية كبيرة او كوباية وربع يعني بس دي كوباية كبيرة وهبدأ احطها كده على الدقيق والجنباري بتاعنا ده كله على نور اه يعني من عالية لمتوسطة هجيب بقى قلب الكريمة عندي كريمة لباني طب ما عنديش كريمة لباني هجيب كوبات حليبة هحط عليها اه معلقتين اه اشطة وهقلبها كويس مع معلقة نشا دي بديل الكريمة اللباني بتاعتنا وهتبقى حلوة قوي برضو الكريمة بتاعتي طبعا عشان طلعها من التلاجة فجامدة شوية هنا الكريمة بدأت اه تسيح مع مع المية السخنة ومع النار هحط حوالي برضو كوباية اه جبنة شيدر وتقدر تحطي موزيرلة وتقدر تحطي اه برمجان تقدر تحطي ميكس جبنة اللي تحبيه هنا بقى هجيب المكرنة هصفيها وهبدأ احطها في في الخلطة بتاعتنا الجميلة جدا دي في الواد سوس بالجنباري تحفة 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 لازم تجربيها هتدمنيها يعني لو ما جربتهاش هتدمنيها طبعا اه هبدأ احط المكرنة بتاعتي هي مش متعجنة ولا حاجة هي مستوية سوى جميل جدا عشر داعي زي ما قلت لكم. هبدأ اقلبها كده مع الويت سوس بتاعنا. هتديها غلويتين على النار. بحيس ان هي تاخد من الويت سوس ومن الجنبري. وهطفي عليها النار. هبدأ احط بقى رشة آآ بقدونس كده. ده شكلها بقى آآ بص البقدونس بتاع جميع اللي بقى يبقى غرقنا في الويت سوس. وهتديها رشة آآ برمجينة او شي ضرع على الوش كده. لو عجبك الفيديو ونسيش بعد اعمل لايك وشيكو في القناة وتعملي شيرا مع السلامة.